الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي زمن الأزمات والحروب والأوبئة تنتشر ظاهرة خطيرة في المجتمعات وهي الإشاعة والإشاعة أيها الأحبة سلاح خطيرة يستخدمه ويطلقه الأغبياء والمرضى ويصدقه الجهلاء فالشائعة جاءت من أشاعة أي انتشر والشائعة تنتشر ويكون لها آثار سلبية على المجتمع فالذي يثير الإشاعات في زمن الأزمات هو خائن لبلده وقبل ذلك خائن لدينه قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو القوف أداعو به ولو أدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني بعض الناس إذا جاءتهم الإشاعة أشاعوها ومزودوا في الكلام وكذا يا أخوان الأمر خطير يعني تطلع إشاعة من أحدهم يقول والله في المكان الفلاني في وباء أو فيه بالمنطقة الفلانية عند فلان مصاب بالكورونا وهو غير مصاب مثلا هذه إشاعة تثير الخوف والهلع عند الناس وهي حرب عليك والإشاعة إذا أنا أطلقتها بتلفه بترجع علي أنا أنا راح أتفعل ثمن لذلك النصيحة أيها الأحبة في هذا الزمن في هذا الزمن في زمن الأزمات وزمن الأوبئة وزمن الفتن الأصل أن نرجع إلى الله ونخاف الله نخاف الله في الوطن ونخاف الله في الناس ونخاف الله في أولادنا لأن كل ذلك يرجع إلى أولادك فاتق الله يا مطلق الإشاعة اتق الله يعني لا تصدق كل ما تسمع وإذا سمعت شيء يا أخي اتصل في أصحاب الإختصاص هم بتصرفوا هم يتصرفون لا تزود الكلام لأن الكلام يزداد والكلام ينتشر وتكون النتائج السلبية على الجميع نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا البلاء عن هذه البلد الطيبة المباركة الأردن وأن يبعد كل هذه الأوبئة عن الأمة الإسلامية وعن الإنسانية جميعا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر